قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير حدثني عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي عن معنى بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة وكنا ذكرنا في المرة الماضية العلاقة بين الترجمة وبين هذه النصوص التي وردت تحت الترجمة وبين هذه الترجمة وبين الباب الذي قبله ألا وهو باب في الأمل وطوله وذكرت أن البخاري رحمه الله رتب كتابه بعناية فائقة وده يعني هذا كان أول محور لنا في شرح هذا الحديث كما هي عادتنا أننا نسير في سبعة محاورة في شرح كل حديث من أحاديث هذا الكتاب المبارك فالمحور الأول اللي هو تكلمنا عنه لعلاقة الترجمة وصحة الترجمة هل الترجمة صحيحة أم لا ودخلنا في المحور الثاني وهو ذكر رجال إسناد الحديث وكنا وقفنا عند شيخ البخاري وهو عبد السلام ابن مطهر كأني لما سمعت الحلقة في المرة الماضية كأنني قلت مظفر بالضاء المعجمة كإني سمعي يعني هكذا فإن كان يعني هذا فهو سبق لسان يعني أعتذر عنه والصحيح أنه عبد السلام ابن مطهر بالطاء المهملة الطاء المهملة طبعا الحرف إما أن يكون مهملا وإما أن يكون معجما المهمل الذي ليس فيه نقطة المعجم هو المنقوط يعني عندنا مثلا الحاء والخاء الخاء فوقها نقطة والحاء لما تكتب الحاء كده ألف لام حاء ألف همزة الحاء ممكن يعني يحصل فيها الأخبطة طب هل يا طرى دي الخاء ولا الحاء فعلشان نفرق بينهم نوم نيجي على الحاء ونقول الحاء المهملة المهملة اللي ما فيش فيها نقطة ونقول الخاء المعجمة زي العين المهملة والغين المعجمة زي الطاء المهملة والضاء المعجمة يعني إذن الحرف المعجم اللي عليه نقطة والحرف المهملة اللي هو خالي من إيه خالي من النقط فهو عبد السلام ابن مطهر ابن حسام ابن مصك ونن جده كان محدثا ولكنه كان واهي الحديث ومن الفائد التي ذكرتها وورد استفسارات بسببها سأعيد الكلام عنها لكن مع فائدتين جليلتين يرحل إلى الواحدة منهما وسأقص نبأ يعني هذه هاتين الفائدتين الآن قلت إن عبد السلام ابن مطهر روى عنه البخاري روى عنه إنما بقية رجال الإسناد من أول شيخ شيخ البخاري اسمه روى له البخاري مش روى عنه روى عنه تختص بالشيخ المباشر روى له تختص ببقية رجال الإسناد وبعدين ذكرت أن البخاري ممكن يروي عن شيخ ويروي له أيضا بمعنى يروي عنه مباشرة ثم يروي بواسطة عنه أنا يعني جبت كتبت على الصبور بس مثالين اتنين عشان يحضر التصور لأن بعض الإخوة التبس عليهم مسألة قالك مش فاهمين يعني إيه روى عنه وروى له فأنا يعني إيه أحبين لك على اللوحة أهو الفر دلوقتي عندنا أدي خه ده هو رمز البخاري ده السهم ده أنا كاتب هنا ووله عنه البخاري قال حدثنا أحمد بن حنبل يبقى أحمد بن حنبل شيخي لإيه؟ شيخ البخاري المباشر يبقى البخاري هنا روى عن أحمد روى مين؟ عن أحمد اللي جنبه ده على طول شوف البخاري روى عن مين؟ قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا أحمد بن حنبل أهو يبقى المثال الثاني ده البخاري روى لا أحمد ولا عن أحمد؟ لا المثال الثاني ده روى لأحمد ليه؟ لأن شيخ المباشر أحمد بن حسن الترمذي يبقى في المثال الأولاني البخاري روى عن أحمد والمثال الثاني البخاري روى لأحمد خلاص؟ لأن بينهم من بعض واسطة هذا الحديث البخاري ما أخذوش عن أحمد بن حنبل مباشرة إنه ما أخذو عن أحمد بن الحسن الترمذي يبقى هنا أحمد بن حنبل شيخ البخاري وهنا شيخ شيخ البخاري يبقى هنا روى عنه وهنا روى له كذلك عندنا هو البخاري بيروي عن يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل تمام هنا البخاري روى عن عبد الله المحمد المسندي أحد شوك البخاري قال حدثنا يحيى بن معين يبقى بين البخاري وبين يحيى بن معين في الإسناد الثاني عبد الله المحمد المسندي يبقى في المثال الثاني البخاري روى له ولا عنه يبقى البخاري روى له ليحيى وفي المثال الأولينداء البخاري روى عن يحيى خلاص كده إذن يبقى نرجع بقى شوف البخاري رحمه الله هنا إذا روى عن الشيخ مباشرة قال حدثنا فلان يبقى روى عنه إذا روى بواسطة عن هذا الشيخ اللي هو شيخه يعني الذي روى عنه مباشرة فيه أحاديث يبقى اسمه روى له يبقى عند البخاري أو المسلم أو أبو داود والكلام دي ممكن يبقى روى له وروى عنه يمكن دي وقعت لأبي داود وقعت للبخاري على أساس أن لهم شيوخ لم يدركهم مسلم ولا بقية أصحاب السنن هنا بقى فائدة وطبعا أنا وعدتكم أنني سأحاول معكم في كل مرة إن شاء الله عز وجل أن أضع بين أيديكم مفتاحا من مفاتيح البخاري علشان النهاردة البخاري يتعرض كتاب البخاري يتعرض لحملة ظالمة من الجهلاء اللي هم ولا يتكلمون إلا عن البخاري ممكن الحديث يبقى روى البخاري ومسلم ما يجيبش سيرة مسلم خالص ليه؟ لأن البخاري سماء فهو إذا جاز له أن يسقط البخاري يبقى سهل أوي أوي يسقط مسلم فضل عن بقية أصحاب السنن فضل عن أصحاب المسانيد والكلام ده ولذلك الشيتيمة كلها رايح البخاري والنقد كله رايح للبخاري ليه؟ زي ما قلت لكم البخاري سماء فما يجيبش سيرة مسلم حتى لو كان الحديث متفقا عليه فأنا أريد أن أضع بين أيديكم مفاتيح هذا الكتاب الكتاب ده له مفاتيح كثيرة ولما تعرف مفاتيح البخاري سترجم الذي يتكلم عنه بس أنا ما قدرش أديك مفاتيح البخاري كلها مرة أحدا ليه؟ لأنها مفاتيح كثيرة وتحتها علم كثير فكل ما تيجي مناسبة من المناسبات أحاول أعطيكم شيئا من مفاتيح البخاري وملح البخاري كمان بمناسبة بقى أن البخاري روى لشيوخ مباشرة وراوى عن نفس هذه الشيوخ بواسطة أنا يعني كنت عملت بحثا لأن عملت زمان لنفسي معجما لرجال البخاري ومعجما لرجال المسلم المعجمين دول خدت فيهم 15 سنة طبعا مش أعجلهم مش أعد 15 سنة أشتغل لا يعني كل ما كنت أجده فراغا أجده نشاطا أبتدي أشتغل في الكتاب بحيث أصبح كتاب البخاري عندي كالمرآة وكتابه مسلم عندي كالمرآة لو أنا مرد بشيخ من شيوخ البخاري أعرف راوى كم حديثا وأين أحاديثه وعدة شيوخه في البخاري وأين مواضع هذه الأحاديث في البخاري وهكذا كل راوى نروات الإسناد أعرف أين أحاديثه وما عدة الشيوخ الذين راوى لهم عنهم وما عدة الشيوخ الذين راوى عنهم إلى آخره يعني التلمزة والشيوخ وظللت في هذا الكتاب كما قلت لكم حوالي 15 سنة إلى أن انتهيتوا منه بحمد الله تعالى فكل ما يعني أحاول أحقق حديث من أحاديث الرب الصحيح البخاري أستطيع بحمد الله عز وجل أن أصل إلى هذا الحديث في كتاب البخاري فأقولت طيب طالما نحن ندخلنا في المسألة دي هنحاول نعطي اليوم فائدتين جليلتين كل فائدة يرحل إليها وأنا أرجو أن بعض من لا يفهمونني في علم الحديث وأنعرف أنه الحمد لله في كثرة كثرة استطعمت هذا العلم واستملحته وبتنتظر يعني أن أنا أتكلم في هذا العلم وإذا مرت حلقة بدون ما أتكلم في علم الحديث بيقوم من طعطين وزعلنين لكن أنا عارف أن على الجانب الآخر هناك أناس يعني المسألة ثقيلة جدا بالنسبة لهم لكن على حسب المحاور السبع اللي احنا اتفقنا عليها أول محور تاني محور على الأقل محورين من السبع هنتكلم فيهم عن علم الحديث والمتابعات والكلام ده فمع لش أنا عارف أن أنا مزهق بعض شريحة من المستمعين وأن المسألة تقل عليهم بس أنا غصب عني يعني أكيد في ناس بيستفيدوا فليتصبروا هؤلاء وإذا حاولوا أنهم يمشوا معايا إن شاء الله ها يستطعموا هذا العلم جدا أحصيت لكم شيوخ البخاري الذين روى عنهم وروى لهم روى عنهم مباشرة وروى لهم بواسطة يعني نزل درجة يبا دي مسألة علو ونزول العدد الشيوخ دول خمسة وثلاثون شيخا في صعي البخاري أنا أسريدها لكم وطبعا بعض الإخوة والأخوات كانوا بقولوا يعني ملينا عايزين نتملى وراك فلا تتكلم بسرعة طبعا هذا الكلام لا يصلح لأن إحنا مش في مسجد إحنا في قناة فضائية والوقت محدد ما دارش أقولك يلا اكتب وتملى وأتكلم على مهلي عشان أنت تكتب لكن أنت عشان تطلع من المطاب ده هات جهاز تسجيل وحطه قدامي التلفزيون وهو يسجل لك بعد ما تنتهي الحلقة فرغ هذه الفوائد لكن ما أستطيع طبعا أن أملي عليكم شيئا من هذا وكمان عشان برضو الفائدة مرتبة أو الفائدة جيدة يعني رتبت لكم شيوخ البخاري على حروف الهجاء بدءا من من اسمه حرف الألف حرف البق حرف التاع حرف إلا آخر الثمانية وعشرين حرفا وسأذكر لكم مشيخ البخاري الذين روى عنهم بعدين أقول لك روى لهاجة الشيخ بطريق فلان بوسطة فلان الشيخ الأولي خالص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله روى عنه البخاري يعني قال حدثني أحمد بن حنبل وروى له البخاري بواسطة أحمد بن الحسن ترمذي يقول البخاري حدثنا أحمد الحسن ترمذي قال حدثنا أحمد بن حنبل الشيخ الثاني إسحاق المحمد بن عبد الله بن أبي إسحاق ابن محمد بن إسماعيل ابن عبد الله بن أبي فروة ده روى عنه شيخ من الشيخ البخاري اسمه محمد وهو غيره منسوب يعني لم يعين اسم أبيه ثلاثة إسماعيلي بن إبراهيم بن معمر أبو معمر القطيعي روى عنه البخاري وروا له عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة لقبه كده اسمه صاعقة ليه؟ لأنه قال لك أنه كان لما يحب يروح يعزم على أن يذهب إلى شيخ يموت الشيخ قبل أن يصل إليه اتكررت معاتها طلبع مرات فسموه صاعقة أنه بيصعق أي شيخ يحاول يسمع منه وبعض الناس قالوا لا ده صاعقة لأنه كان باقعة في الحفظ بحيث أنه كان أي صاعقة ويكفي أن البخاري للمحمد بن عبد الرحيم من أقران البخاري بل بالعكس من صغر أقران البخاري يعني البخاري أكبر منه ومع ذلك روى له البخاري روى عنه البخاري فإسماعيل بن إبراهيم بن معمر القطيعي ذا روى البخاري له بواسطة محمد بن عبد الرحيم صاعقة أربعة إسماعيل بن الخليل الخراز الخزاز عفوا روى البخاري عنه وروى له بواسطة الحسن والحسن ده غير منسوبة يقال أنه ابن شجاع البلخي خمسة إسماعيل بن عبد الله بن أبي إيويس وده ابن أخت الإمام مالك روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن وهو غير منسوب أيضاً ستة أصبغ ابن الفرج المصري روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد بن الحسن الترمدي سبعة حفص بن عمر بن الحارف بن سخبرة ده روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن عبد الرحيم صاعقة تمانياً خالد بن مخلب مخلد القطواني هذا روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن عثمان بن كرامة تسعة سريج بن النعمان روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن رافع النيسابوري بواسطة محمد آخر غير منسوب عشرة سعيد بن الحاكم بن أبي مريم روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن يحيا الذهلي 11 سعيد بن سليمان الواسطي اللي هو سعدوي أو سعدوية يعني الاتنين صح النحاة لهم نطق والمحدثون لهم نطق ده روى عنه البخاري وروى له عن طريق عبد الله غير منسوب 13 الضحاك المخلد الشيباني اللي هو أبو عاصب النبيل روى له عنه البخاري وروى له بواسطة عبد الله بن محمد المسندي وعلي بن مديني عمر بن علي الفلاس محمد بن المسلم محمد بن معمر البحراني ويعقوب بن إبراهيم 14 عبد الله بن رجاء بن عمر الغداني روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد غير منسوب ويقال إنه هو محمد بن يحيا الذهلي 15 عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن المقري روى عنه البخاري وروى له بواسطة علي بن المديني وبواسطة راوي اسمه محمد غير منسوب 16 عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر روى عنه البخاري وروى له البخاري بواسطة محمد بن يوسف البيكندي 17 عبيد الله بن موسى العبسي روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد بن إسحاق السرماري وأحمد بن أبي شراح الرازي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حسين بن إشكاب ومحمد بن يحيا الذهلي ومحمود بن غيلان ويوسف بن موسى القطان 18 عثمان بن الهيثم بن جه روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد محمد غير منسوب ويقال أنه محمد بن يحيا الذهلي 19 عفان بن محمد الصفار روى عنه البخاري وروى له بواسطة إسحاق المنصور الكوسج أبو قدام عبيد الله بن سعيد السرخسي محمد بن عبد الرحيم صاعقة 20 عمر بن حفص بن غياث روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن حسين السمناني 21 عمر بن عون الواسطي روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن عبد الله بن محمد المسندي 22 الفضل بن دكين أبو نعيم روى عنه البخاري وروى له بواسطة يوسف الموسى القطان 23 قرة بن حبيب البصري روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن غير منسوب ويقال أنه الحسن بن محمد الزعفران 24 محمد بن اسماعيل بن أبي السمينة روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن أبي الغالب القومسي 25 محمد بن أبي ذكر المقدمي روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد غير منسوب ويقال أنه أحمد بن سيار المروزي 26 محمد بن سابق التميمي روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن بن الصباح البزار والحسن بن إسحاق المروزي ومحمد بن عبد الله 27 محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد بن حنبل لحسن بن محمد الزعفراني خليفة بن خياط اللي هو الملقب بشباب وقتيبة بن سعيد علي بن مدينة محمد بن بشار محمد بن المثنى أبو موسى الزمن 28 محمد بن الفضل عارم السدوسي روى عنه البخاري وروى له بواسطة عبد الله بن محمد المسند 29 محمد بن يوسف الفريابي روى عنه البخاري وروى له بواسطة إسحاق غير منسوب ويقال هو إسحاق المنصور الكوسد تمام الثلاثين معاوية بن عمر بن المهلب أبو عمر البغدادي روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد بن أبي رجاء الهروي عبد الله بن محمد المسندي محمد بن عبد الرحيم صاعقة 31 مكي بن إبراهيم البلخي روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن عمر السواق البلخي 32 يحيى بن عمر الشيباني روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن بن مدرك الطحان 33 يحيى بن صالح الوحاضي أبو صالح الدمشقي روى عنه البخاري وروى له عن إسحاق غير منسوب ويقال هو إسحاق بن ونصور الكوسد وروى له عن طريق محمد غير منسوب برضو ويقال أنه أبو حاتم الرازي 34 يحيى بن عبد الله بن بكير روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن يحيى الذهلي 35 يحيى بن معين أبو زكريا روى عنه البخاري وروى له البخاري بواسطة عبد الله بن محمد المسندي وعبد الله غير منسوب يقال هو ابن محمد الآملي أنا صدعتكم أنا عارق لكن هذه فوائد يرحل إليها يعني أنت عشان تطلع القصة دي أنا ظللت فيها فترة طويلة كما قلت لكم استفدت بالمعجم الذي صنعته في هذه السنوات بالاستفادة من بعض مفاتيح البخاري يعني دول مجموعة الشيوخ الذين روى عنه البخاري ثم روى لهم بواسطة يعني نزل درجة في الرواية أنا بقى أقول لكم الفايدة التانية دي أنا ظللت قبل أن أعمل هذا المعجم ستة أشهر حتى ظفرت بها طبعا ستة أشهر لم أكن يعني متفرغا لها لكن القضية كانت في دماغي وشغلاني جدا لأن وجدت الحفظ من حجر العسقلاني نص عليها في موضع في كتاب التفسير من فتح الباري الحقيقة أنا أول ما قرأت المسألة دي كأن عقل يتوقف وتمنيت لو أن أحدا أعطاني هذه الفايدة وبذلت له ماء عيني طبعا دي فوائد يعني لا يقدرها إلا المشتغلون بالحديث بس إنما غير الأجانب أو الأجانب عن هذا الفن القصة دي يقول لك العبط اللي هم بيعملوا ذا يعني إيه يعني لما يقول لك البخاري روى له ولا روى عنه هي إيه الفايدة يعني من تصديع الدماغ اللي أنت بتعملهن لا المشتغلون بالحديث يعرفون قيمة هذا كان الرجل قد يرحل ويبيع الدارة والحمار وقد يهلك في الصحراء الجرداء وممكن تتكسر بالسفينة واتعرض للوصوص والوحوش وبتاعه وراء عشان يحصل فايدة من الفايدة لأنا بقول لها لكم دي العلو ها العلو لما يقول لك ده إيه إسناد عالي إسناد عالي يعني إيه يعني طبعا فيه العلو أقسام بس سنأخذ أعلى درجات العلو وأشرفها أيضا هو أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف قليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام إحنا قلنا قبل كده في إسناد ثنائي في إسناد ثلاثي في إسناد رباعي في إسناد خماسي في إسناد سباعي في إسناد تساعي في عشاري ما إيه معنى الكلام عشاري يعني بين الراو بين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة تساعي يبقى إيه تسعة بين المصنف بين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة ثنائي قلنا بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم اتنين زي مالك يقول نافع حدثا نافع عن ابن عمر قد اتنين عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى العلو هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام طيب مين أكبر في السن البخاري ولا مسلم لا البخاري أكبر في السن أكبر من مسلم بعشر سنوات البخاري ولد سنة 194 ومسلم ولد سنة 204 البخاري بينه وبين مسلم عشر سنوات أدرك البخاري بسبب فارق السن مجموعة من الشيوخ لم يرهم مسلم مسلم يروي عنهم بواسطة إنما البخاري يروي عنه مباشرة وإحنا قلنا بعض كبار شيخ البخاري قبل كده قلنا محمد بن عبدالله بن مثنى الأنصاري الفضل بن دكيني ومحمد يوسف الريابي الضحاك المخل الشيباني مجموعة من شيوخ البخاري اللي البخاري يروي عنه مباشرة ومسلم ما يقدرش يوصل لهم مباشرة إنما يروي لهم مش عنهم فيه بقى الحفظ من الحجر نص على أربعة أحاديث قالهم كده بس ما قالش الأربعة أحاديث دول فين قالك أن مسلما على خلي بالك من كلمتين اللي جئين دول عشان هم ملعبكين شوي عشان تفهم أو تعرف قيمة الفائدة اللي هدهها لك دلوقتي اللي أنا غيبت ستة شهر أبحث عنها في أوقات متفرقة يعني أحمد بن حمد ده شيخ البخاري ومسلم شيخ البخاري ومسلم هناك حديث قال فيه مسلم حدثني أحمد بن حمد مباشرة نوه البخاري بقى نفس هذا الحديث ما رواهش عن أحمد مباشرة لا رواه بواسطة عن أحمد يبقى مسلم على على البخاري في الحديث ده أم لا لا على على البخاري في هذا الحديث عن أحمد بن حمد القصة دي ما حصلتش أبدا لمسلم إنه طالع فوق البخاري في العلو عن نفس الشيخ إلا في أربعة أحاديث فقط إنما البخاري على عن مسلم في هذا الباب تحديدا أكتر من مئتين حديث ليه لأن كما قلت لكم مسلم البخاري أكبر من مسلم في السن عشر سنوات فأدرك من المشايخ ما لم يدركه مسلم لكن في هذه الأربعة أحاديث الإمام مسلم رحمة الله عليه يروي عن الشيخ أي شيء عن شيخ ما والبخاري يروي نفس الحديث عن شيخ مسلم لكن بواسطه نزل تحت درجة كما قلت لكم دي ما حصلتش أبدا إلا في أربعة أحاديث وهاكم الأربعة أحاديث التي يرحل إليها كما قلت لكم الحديث الأولاني رواه البخاري في كتاب المغازي قال إيه البخاري قال حدثني أحمد بن الحسن اللي هو الترميذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس كهمس بن حسن يعني عن ابن بريدة عن أبيه قال غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة إيبا البخاري قال حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن حنبل شف مسلم رواه زي هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير نفس الحديث قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه نفس الحديث يبقى مسلم رويه عن أحمد وباشرة إنما البخاري يرويه عن أحمد بن حنبل يبقى نازل درجة البخاري هنا الحديث الثاني رواه الإمام مسلم الإمام البخاري في كتاب التفسير في تفسير صورة الأنفال عشان أسهل على طلبة الحديث اللي عايزين يوصلوا إلى الحديث الحديث الأولاني في كتاب المغازي رقم 4473 ده في البخاري في مسلم كتاب الجهاد والسير رقم 1814 على 147 يعني رقم أنتعرفين صحيح مسلم اللي عنده طبعة الشيخ محمد فأد عبد الباق اللي حققها بلا رقم كبير في الأول وجنبي رقم صغير الرقم الصغير ده أرقام المتن بلا تكرار الرقم الصغير الكبير الأولاني ده ده رقم أحاديث الكتاب الخاص يعني كتاب الإيمان يرقمه لك 1-2-3-4-5-200 مثلا أو 300 وكسر وعادي يبتدي كتاب الطهار يبتدي من أول واحد إذن كل كتاب من كتب مسلم له ترقيم خاص وترقيم عام الترقيم الخاص اللي هو الرقم المكتوب بالبنط الكبير بالخط الكبير يعني الرقم الصغير ده اللي هو رقم متن المتوني الأحاديث بدون تكرار فأنا لما أقول لك كذا على كذا ببدأ بالصغير المكتوب بالرقم الصغير على الرقم الكبير الحديث ده رواه مسلم كتاب الجاد والسير الرقم 1814 على 147 الحديث الحديث الثاني رواه البخاري في كتاب التفسير زي ما قلت لكم تفسير صورة الأنفال رقم 4648 و 43649 هذا الحديث البخاري فرقهما يعني هو رواه عن أخوين أخوين أحمد بن النظر و محمد بن النظر قال البخاري حدثني أحمد وهو ابن النظر يعني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي اللي هو معاذ بن معاذ يعني قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزياد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتناب عذاب أليم فنزلت الآية و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون و ما لهم ألا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية الحديث ده يرويه البخاري قال حدثنا أحمد بن النظر بعدين مباشرة الحدثنا محمد بن النظر أخوان كلاهما قال حدثنا معاذ بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري مسلم روى هذا الحديث بعينه في كتاب صفات المنافقين رقم 2796 على 37 قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري يبقى شوف مسلم رأى عن عبيد الله مباشرة أما البخاري فروى بواسطة عن عبيد الله ابن معاذ العنبري الحديث الثالث رواه البخاري في كتاب كفارات الأيمان رقم 6715 في باب قوله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم الوصاعقة اللي حنكون لدينا ستتكلم عنه من شوية قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسانة محمد بن مطرف عن زيد بن أسلمة عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه هذا الحديث بعينه رواه الإمام مسلم في كتاب العطق رقم 1509 على 21 قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم إلى آخر الإسناد بتاع البخاري يبقى شوف مسلم قال حدثنا داود بن رشيد إنما البخاري نزل درجة رواه عن محمد بن عبد الرحيم السعيقة عن داود بن رشيد الحديث الرابع والأخير في هذه الفائدة الفائدة الكبيرة رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الحديث رقم 7355 بابه من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول قال البخاري حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال أي هو الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره هذا الحديث بعينه رواه الإمام مسلم في كتاب الفتح الرقم 1929 على 94 قال حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري يبا شوف المسلم يرويه عن عبيد الله بن معاذن مباشرة في حين أن الإمامة البخارية رحمه الله يرويه عن حمد بن حميد عن عبيد الله بن معاذن العنبري الحقيقة الفايدة دي أنا كما قلت لكم بحثت عنها كثيرا ليه دي من الملح دي من الملح التي تستفاد أهل العلم كانوا يتسابقون في تحصيل هذه الملح وكل ما يمر كما قلت لكم بنا شيء في صحي البخاري يدعون إلى ذكر فائدة من هذه الفوائد نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى وإن شاء الله أرجو أن أوفق أن أجد موضعا لفوائد ومفاتيس صحيح البخاري في كل حديث أمر به في هذا الكتاب المبارك حتى يصير كتاب البخاري كالمرآة بين أيديكم هو اللي مخليك أنت بتبقى يعني ستنفجر من الغيزة من الجامعة للشوف البخاري أن أنت مش عارف ترد ليس عندك حجة والفائدة الوحيدة ممكن تظل تقرأ في كتاب البخاري تقرأه من أول إلى أخر عشان طلع هذه الفائدة وقد تظهر بها وقد لا تظهر بها فدي مفاتيح كتاب البخاري نذكرها إن شاء الله تتبع عنها فهو النهاردة بإذن الله تعالى إحنا ما زلنا مع رجال الإسناد كنا ذكرنا ترجمة عبد السلام بن مطهر بالطاء المهملة في المرة الماضية ونستكمله اليوم إن شاء الله بقية رجال الإسناد عبد السلام بن مطهر بيروي هذا الحديث عن عمر بن علي المقدمي ابن مقدم المقدمي عمر بن علي المقدمي كلمة إجماع عند أهل العلم ثقة يعني حتى بعض أقرانه وثقوه كما سأذكر لكم وأرجو أن تراعوا طبقات النقاد يعني إحنا بتكلم أنتم عارفين طبقات النقاد طبقة المتشددين طبقة المتوسطين طبقة المتساهلين وأنا سميت لكم الأسماء التي يدور عليها النقد في طبقة كل طبقة من هذه الطبقات الثلاثة فعندما أذكر لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة يبقى أنت تعرف تودي الناقد لأي طبقة من هذه الطبقات الثلاثة عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو حفص البصري أثنى عليه أحمد خيرا ووثقه ابن سعد وأحمد أيضا والدار قطني وقال من الثقات الرفعاء يعني حاجة أي حاجة فوق أو يعني وقال أبو حاتم الرازي محله الصدق مش أنا قلت لك أبو حاتم الرازي يعني إذا وثق رجلا يبقى أمه دعياله أما إذا قال ثقة الحجة يطير في السماء بيجنحين بقى أبو حاتم الرازي ووهي أحمد سعد القطان وعمر بن علي الفلاس الجمع المتشددين دول قال أبو حاتم محله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا إذا جاء بزيادة أي حكمنا له يعني إذا جاء بزيادة غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة أنا هلقع للتدليس بس بعد شوي وذكر ابن حبانا في الثقات وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به لم ينقم عليه إلا التدليس كما قال عفان بن مسلم أما ابن سعد فقال كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت وبعدين يقول إيه هشام بن عروة الأعمش يبقى إذن إحنا هناخد من الكلام ده أن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم مقدمي ثقة كما سمعتم لم ينقم عليه إلا التدليس العلماء ذكروا التدليس هكذا بإطلاق ولما الراوي يذكر النقاد في ترجمته أنه مدلس بس كده ما يقولش غير مدلس فقط يبقى ينصرف على طول التدليس إلى تدليس الإسناد أنتو طبعا إحنا أنا معرفش هل نسيتم اللي إحنا ذكرناه في التدليس قبل ذلك أم لا وأنا عارف أن اللي ما كتبش بينسى على طول أنا مش هشرح التدليس تاني بأنواعه الستة لكن أنا سأتكلم عن تدليس الإسناد عشان أنت لما تقرأ في ترجمة الراوي يقولك يدلسه أو مدلس وما يقولش نوع التدليس يبقى هذا يحمل على طول على تدليس الإسناد تدليس الإسناد هو إيه بقى تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه الحالة طلبت إلى إخواننا في القناة الناس هنا في القناة أنهم يحاولوا أنهم يجيبوا الشرح بتاعي اللي كنت بشرح في علم الحديث في البرامج دي يفصلوه ويكرروه كثيرا ليه لأن علوم الأصول تحتاج إلى تكرار مستمر وأنا مش هقدر بقى كل حلقة أقعد عيد وزيد في اللي أنا قلته قبل كده يبقى هنتقدم ببطء شديد فأنا أرجو يعني أن الإخوة إن شاء الله يكونوا ينفذوا هذا الكلام فيما يتعلق بعلوم الإسناد ويكرروا هذا الكلام كثيرا في القناة بحيث يتسنى لكل إنسان أن يسمع الفائدة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هم تلبس في زينه علشان ما أقدرش أكرر كثيرا لكن أنا مضطر أكرر نوع واحد بس من تدليس اللي هو تدليس الإسناد النهاردة عشان عايز أطلع بفايدة من هنا قلت لكم كل العلماء لما ذكروا تدليس عمر بن عليم وقديم قالوا مدلس بس دا ينصري في تدليس الإسناد تدليس الإسناد هو ما ليش الله سمحونا أنا لما بعد أتكلم في الحديث كده بأصعبان علي اللي مش فاهم بس أنا غصب عني يعني المضطر يركب الرماح يعني نعمل إيه تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه إزاي خليني أنا بحدثكم النهاردة أنتوا قاعدين قدامي في المجلس التحديث إبراهيم وعلي وزيد وعبيد والكلام ده قاعدين فأنا بأتكلم هم بيكتبوا ورايا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان هم بيكتبوا لما واحد من الجمال اللي قاعدين دول خرص فارق المجلس ورح بلده وأراد أن يحدث بهذا الحديث الذي سمعه مني هيعمل إيباه هيقول إيه هيقول حدثني أبو إسحاق قال حدثني زيد عن عبيد عن فلان عن فلان لأنه أخذ الحديث عني ها مباشرة إبراهيم كل الذين سمعوا مني إذا أراد الواحد أن يروي الحديث في مكان آخر لابد أن يرويه عني أنا أولا لأنه ما سيعيش إلا مننا فلابد أن يجعلني واسطة طيب زيد هذا زيد هذا ما إحنا تعلمنا بقى من نحو ضرب زيد عمر ما إحنا زيد وعمر على طول إيه مثال ولهم حكاية ما عرفش أنا أعايز أفرفشكم شوية لأن أحاس أن أنا يعني تقيل النهاردة في يعني الكلام على الأسانيدي وكده إزا ضرب زيد عمر بيقول لك أن فيه رجل تركي أمير تركي أراد أن يتعلم اللغة العربية جاب مدرس في النحو المدرس عايز يعلمه إيه الفعل والفعل والمفعول به فقال له ضرب زيد عمر ضرب فعل ماض وزيد فعل وعمر مفعول به وكل شوية لما يجيز برضو يجيب الفائد يقول له ضرب زيد عمر الرجل التركي لأ إيه الحكاية ده هو عمر ده ملطشة يعني يعني زيد ده كل شوية يلطش له وعمر ده ما بيردش عليه فسأل العالم ده قال له يعني أبلغت يعني المهانة بعمر أن يضيبه زيد في كل مرة ولا يرد عليه زيد قال له يا مولانا ده مجرد مثال لا زيد ضرب عمر والعمر الضرب ولا زيد ضرب ولا أحزنوه ده بس ده مثال بس بنقار المهم التركي ها دماغه صلب ما إحنا عندنا برضو مثال يقول لك ده دماغه تركي تركي يعني يعني دماغه ناشف خارس المهم ما عجبوش الكلام قال له انت كده ما انتو كده كده كلكم بتاع سجن ودي السجن جاب عالم تاني قال له بقى أقول لي بقى ايه ضرب زيد العمر دي هو بلغت المهانة وتوى عمر أن يضرب كل يوم وزيد ده مش لاحى حد يا ربي ولا يقدبه ولا يكرم قال له يا مولان جرد مثال قال له انت تقول كمان ودي السجن المهم سجن علماء النحاء أو سجن النحاء بتاع مصر وبعدين أرسل لنحاء الشام بقى دمشق بقى يجيب ايه كم جماعة واحد نحو من هناك كانت كان الخبر ظهر يعني لما يسجن النحاء في بلد الدنيا كلها عارفت ان الوالي التركي ده سجن النحاء في مصر عشان مش مش عارفين يجيبه جوان لما بعت لعالم نحوي من دمشق أحد العالم بقى النحوي جاء ريكب على الجمل ها البريد وطول السكة عمال يفكر أطلع من المطبي ده ازاي مانا حدخل السجن أنا كمان ضرب زيد عمره بتاع أحد يفكر يفكر مهم اهتدى إلى فكرة أول ما دخل فقى الرجل بقى ايه اللي هو التركي قال له بقى قول لي يا سيد بايه ضرب زيد عمر هوان عمر ده ملتشه ايه زيد ده قال له بص يا مولانا عمر ده ارتكب خطيئة جسيمة يستحق عليها الإعدام مش انه يتضرب بس قال له ما هي قال له صرق واو مولانا ما هو سيد داود احنا بنكيبها بواو واحدة وهي بتتنطأ أو بالأصل تتنطأ باثنين واو لما تقول داود دال ألف واو واو دال طاوس طا ألف واو واو سين ها لكن احنا بنكيبها داود طاوس بواو واحدة قال دا عمر دا الأصل كان عمر فلما سرق واو مولانا سلط عليه زيد اللي يعاقبه فطبعا الوالد تركي بره مشانا باته كله العفارم عليك ها قال له عايز ايه بقى قال له أرجوك المكافة بتاعتي تطلع كل انت طلعتم من ايه طلعتم من السجن ها فاحنا بنقول زيد بقى نرجع بعد انا قلته بس عشان ايه يعني افرفشكم شوي عشان تفوقوا ونرجع للتجليس زيد دا اللي هو انا حدست في مجلس التحديث امواخد الحديث مني وراح قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا فلان زيد تلميذي دا غاب في مرة من المرات من المجلس ما حضرش انا حدسته بعدة احاديث هو اراد ان يحدث بهذه الاحاديث التي كان غائبا عن المجلس فيها طب هايعمل ايه عشان يجيب الاحاديث دي لابد ان يرويها عن من حضر المجلس عني مهما كانش حاضر يبقى اذا كان عمر حاضر المجلس فزيد سيقول حدثني عمر قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان يبقى يبقى نزل درجة ولا لا يبقى نزل درجة يبقى زيد هذا روى عني وروى لي ها نرجع بالكلمة اللي نعم عن البخاري بس برضو عمر يعني زيد صعبان عليه او يبقى بينه وبينه وسطه وهو تلميذ المباشر فيعمل ايه بقى يسقط عمر من الاسناد ويقول حدث ما يقولش حدثنا يقول عن عمر على طول يبقى نرجع للتعريف هو أن تدليس الاسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه زيد الراوي عن شيخه اللي هو أنا الذي سمع منه ما هو سمع مني تلميذي ما لم يسمع منه لما كان غائبا عن البلد وآتى وآراد أن يأخذ نفس الحديث فأخذها بواسط من واحد زميله عني قد تدليس الاسناد فالعلماء لما تكلموا عن عمر بن علي مقدمي قال مدلس وخلاص زي أبو حاتم الرازي زي عفان بن مسلم ابن سعد بقى أمجي حدد لنا نوعية التدليس قال كان يدلس تدليسا شديدا إيه بقى شديدا دي قال لك كان يقول حدثنا ويسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش يعني قال لك ده اسم تدليس القطع أو تدليس السكوت أنت بتكتب دلوقتي عني قلت لكم حدثنا وسكت شوي ونويت أنا بيني وبين نفسي أن أقطع التحديث خلاص أنت كتبت حدثنا ومستني هقول مين أسكت شوي على أساس أننا خلاص نويت القطع أقطع التحديث وبعدين أم قال إيه هشام بن عروة أنت كتلميذ هتكتب إيه هشام بن عروة بعد حدثنا هو ما سمعش الحديث من هشام بن عروة يبقى دلس في التصريح بالتحديث أشوف المشكلة جاي من هنا اللي زيده لو ثبت عليه هذا لسقط كل حديثه سواء قال حدثنا أو قال عنه لأنه لو قال عنه إحنا خلاص اتفقنا لو قال عنه هنركنه على جن نقول له لا لو سمحت تصرح بالتحديث عشان أعرف أنه أنت ما دلستش ما سقطتش حد من الإسنان لكن ده الإشكال أنه يدلس في التصريح بالتحديث قال حدثنا وسكت ونوى أن يقطع الكلام طب نيتك دي أنا عرف كتلميذ لا ما عرفهاش طب أنا كتلميذ لما قلتلي حدثنا وسكت شامل بن عر يبقى أنت صرحت بالتحديث يبقى لو مدلس هقولك لا صرح بالتحديث فدي مشكلة كبيرة لكن الحقيقة يعني الحفظ من حجر عسقلاني يعني ذكر أن أغلب مادة ابن سعد من الواقدي في الجرح والتعديل طبعا الكلم ده فيه نظر لكن ابن سعد فعلا كان يأخذ بعض أحكام الواقدي على الرواه لكن أنا الذي رأيتوه من تصرف الشيخين البخاري ومسلم ومن تصرف كثير من أهل العلم أنهم لم يعتبروا كلام ابن سعد في تدليس عمر بن علي المقدم إنما جعلوه من التدليس المطلق اللي احنا بنوعي تدليس الإسناد فإذا صرح بالتحديث خلاص هنقبله وعلى هذا جرى الإمام البخاري رحمه الله وتعالى والإمام مسلم وكثير من النقاد ما شفتش حد تكلم الحقيقة تعيين تدليس عمر بن علي المقدم إلا بن سعد وحده الحقيقة لم أجد عمر بن علي المقدم صرح بالتحديث في هذا الإسناد البخاري لم يروي فيك صحيحه بهذا الإسناد كاملا غير حديثين فقط الو عبد السلام ابن مطهر عن عمر بن علي المقدم عن معنى ابن محمد غفاري عن سعيد بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة هذا الإسناد كله البخاري لم يروي إلا بهذا الإسناد إلا حديثين فقط في الكتاب كله من أول إلى أخره هذا الحديث في كتاب الرقاق وحديث آخر في كتاب الإيمان رقم 39 تروح في كتاب الإيمان تسعة وثلاثين تلل الحديث بهذا الإسناد بعد كده البخاري مرواج بهذا الإسناد أي حديث ثالث في الصحيح لكن في الحديث اللي في كتاب الإيمان عمر بن علي المقدمي صرح بالتحديث بس عند ابن حبان مش عند البخاري يبقى خلاص إنما في هذا الحديث خصوصا أنا الحقيقة بعد ما يعني بذلت جهدا لم أجد تصريحا لعمر بن علي المقدمي من معنى من محمد الغفاري في هذا الحديث لكن عمر بن علي المقدمي هذا متابع يعني إذا كنت أنت حتتكلم في مدلس وليم يصرح بتحديث وحتقول لي ممكن نطعن في الحديث علشان أنه لو يصرح بتحديث لا ده إحنا عندنا متابعات لعمر بن علي المقدمي يتقوى بها الحديث حتى لو أنت رفضت سند البخاري الإسناد أو الحديث ثابت بأساندة أخرى لما نيجي بقى نخرج الحديث ونقول من الذي أخرجه غير البخاري رحمه الله حتعرف المتابعات التي وردت في هذا لهذا الحديث معنى بن محمد الغفاري هذا الراوي لم يوثقه من النقادي إلا ابن حبان لم يوثقه إلا ابن حبان وطبعا هذا الراوي متابع عشان كده البخاري بعد ما روى الحديث قال تابعه أبو حازم وابن عجلانة عن المقبري ها؟ ما هو شمعان بن محمد الغفاري أنا أرجو أن الكتاب يكون معاكم أنتم بتسمعوا للشرح بتاعي بس عشان إيه؟ عشان يحصل عندكم تصور للمسألة علم الحديث طالما نتكلم في أسانيد ورجال والإسناد والرجال كثروا وبيتكرروا ما ينفعش تقعد من غير كتاب لازم يكون معاك الكتاب عشان تفهم البخاري بعد ما روى الحديث ها؟ قال لك معنى بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بعد ده مباشرة قال إيه؟ تابعه أبو حازم وابن عجلانة عن سعيد بن سعيد ليه نص البخاري على هذه المتابعة؟ لأجل معنى بن محمد الغفاري لم يوثقه لابن حبان يعني يعني لين يعني ها؟ لأن اتفقنا أن طبقة المتساهلين إذا انفردوا أو انفردوا واحد منهم بتوثيق راون بيبقى التوثيق لين يعني مش قول بخلاف طبقة الأولى المتشددين أو طبقة المتوسطين عشان كده نص البخاري نصا على المتابعة بعد الحديث عشان ما فيش حد يتعلق أقول لك أصل معنى بن محمد الغفاري لم يثقه لابن حبان فالإسناد ضعيف ها؟ لا الإسناد قوي لهذه المتابعات لأبي حازم بن عدان وأنا سأذكر هذه المتابعات موصولة إن شاء الله تعالى لما نيجي على تخريج الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري هذا أبو سعيد ده اسمه كيسان كنيته أبو سعيد يبقى هو سعيد ابن كيسان المقبري عشان لو جالك الاسم لأنه هو مشهور أبوه مشهور بالكنية دايما تلاقي كده في كتب الحديث سعيد بن أبي سعيد يندر أن تراه باسم سعيد بن كيسان فيقوم المشتغل بالحديث يجي يدور على سعيد بن كيسان ما يلاقهوش لأنه يدور على سعيد وبعدين يدور في الآباء حرف الكاف طبعا الذين يكتبونا في كتب الرجال زي المز والكلام ده الأصل أنه هو يكتب سعيد بن كيسان وبعدين يقولك انظر سعيد بن أبي سعيد عشان ما تضلش لك فيه بعض الكتب ممكن ما يكتبلكش سعيد بن كيسان إنما يحطه في سعيد بن أبي سعيد يبقى هاتجيبه حرف السين سعيد وأبوه في حرف السين برضو ابن أبي سعيد لأنهما بيهملوا أبو دية ما بيحطهاش في الترتيب فسعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعيد ده أبو اسمه كيسان إنما لقب بالمقبري لأنه كان يسكن إلى جنب مقبرة كان المقبرة بتاع البلد اللي هو يعني ساكن فيها كان بيته جنبها فسمي المقبري وكثير من هذه الألقاب ساعات يلقب الإنسان بلقب زي المقبري ساكن جنب مقبرة أو يلقب مثلا بلقب صنعة من الصناعات زي الزجاج مثلا كنت شاهد في صنعة الزجاج أو مثلا الخياط كان بيخيط مثلا الأعرج كان بيعرج الأحول كان أحول الأعمى كان أعمى ها؟ في ألقاب كده القصير الضعيف زي عبد الله المحمد الضعيف النسائي يقول إنما وكان ثقة عبد الله المحمد الضعيف وكان ثقة إنما ضعف بدنه من كثرة العبادة فلما يقول لك حدثنا عبد الله الضعيف ما تتصورش ما هو ضعيف يعني لا ده هو لقب بالضعيف وساعات ممكن يقول لك حدثنا الضعيف أنت تعتتوه بقى ودوك السبع دخات عشان تجيب الضعيف ده اسمه إيه عشان تعرف هو ثقة ولا لا والكلام ده مثلا محمد بن الفضل كان لقبه عارم عارم يعني شديد خلقه شديد فيه سوء وشدة والكلام ده محمد بن يحيز ذهل تلميذه كان يقول حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرامة أو كان بعيدا من العرامة يعني كانت أخلاقه كويس عشان لما أقولك حدثنا عارم تتحس أنه كان بيلطش الناس ولا بتاعله بيقضيفهم بالحجارة لا ففيه ألقاط المحدثون كانوا يلقبون الراوي بها حتى ممكن اللقب يغلب على صاحبه زي عارم مثلا غلب لقبوه على اسمه هو محمد بن الفضل السدوسي لقب أبي عارم كتير أوي يقولك حدثنا عارم ما يقولش إيه اسمه محمد بن الفضل سعيد بن أبي سعيد المقبوري ذه كلمة إجماع عند النقاد كلهم وثقوه النسائي أبو زرعة والعجلي وابن المدينة وابن سعد وابن خراش وأحمد بن حمل واحد معين قال كلاهما لا بأس به لم ينقموا عليه إلا أنه تغير في آخر عمره تغير في آخر عمره ومن أثبت الناس عنه الليث بن سعد لما تلاقي الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد شد يدك به لأن الليث سمع منه قبل أن يتغير مع أن الذهب رحمه الله قال ما أحسبه تحدث وقت تغيره يعني أول ما تغير حفظه بدأ حفظه يخف تدخل عليه الأسانيد يدخل إسناد في إسناد يدخل كلام في كلام وقف مرضاش يحدث يبقى حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري المنتشر في الكتب المفترض أنه على باب الصحة ابن عيينة أدركه بعدما كبر ابن عيينة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وكان لعابه يسيل من الكبر شب بقى بريل على نفس كده زي زي إيه زي صالح مولى التوأمة صالح مولى التوأمة مالك روى عنه بعدما سقط حاجبه من الكبر أثبت الناس في صالح لو مولى التوأمة عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب يعني إذا المالك أدرك أو روى عن صالح مولى التوأمة بعدما كبر وتغير يبقى روية مالك عنه مش مظبوطة ليه اختلط الرجل إنما ابن أبي ذئب لا إنما روى عنه قديما وده بقى الرأو المختلط أو المتغير ده أهل الحديث لهم فيه في ذلك من صنفات عشان يميز لك إن الرأو طالما اختلط يبقى مش ضابط ممكن بقى لخبط الدنيا فيقوم يبحثه عن من سمع منه قبل الإختلاط ومن سمع منه بعد الإختلاط وينص على هذا يقول لك فلان فلاني سمع منه قبل الإختلاط فلان وفلان 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 وسمع منه بعد الإختلاط علان وعلان 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 أو يقول لك سمع منه قبل الإختلاط ويسيب اللي بعد الإختلاط كل اللي يجي بعد كده يبقى بعد الإختلاط معنى بعد الإختلاط يبقى ما تاخدش منه لابد أن يكون متابع بقى عشان تتأكد أنه ما لخبطش الدنيا ودخل الأسانيد في بعضها ده إسناد البخيري فاضل فيه أبو هريرة رضي الله عنه وطبعا أبو هريرة رضي الله عنه يحتاج إلى حلقة خاصة لأن هذا أول مرة يمر بنا أبو هريرة في كتاب الرقاق وطبعا لأن الحقيقة هناك هجمة شرسة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض الشيعة وكل من يمشي ويحطب في هواهم طبعا بني أمية كلهم كفر عند الشيعة كفر وفسق بابتداء من عثمان بن عفان وانتنازل رضي الله عن الجميع وطبعا أبو بكر وعمر كمان مفسقينهم ومكفرينهم كمان وهم الجبت والطاغوت عند هؤلاء لكن صبوا جام غضبهم بصفة خاصة على أبي هريرة وفي واحد صحف غمر كده شتم أبو هريرة في جريدة من الجرائد ورد عليه الجميع وتكلم فيه بكلام يستحق عليه التعزير لو فيه سلطان شرعي في البلد لما ييجي يقول على صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة إنه كان أراجوزا يتلاعب به الولدان وإن ما كانش له هم في الدنيا إلا بطنه تأكله يكذب على النبي تديله سندويتش وتقول له ألف لحديث على النبي ألف لك حديثين وثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك سئلة عن معاوية وعلي يقول لك الطعام معاوية أجود والصلاة خلف علي أتم ويقول لك كان بيألف على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث واحد لازم النبي عليه الصلاة والسلام أربع سنوات يروع عنه خمس تلاف حديث إزاي يعني في حين إن أواكي الصديق الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كل عدة أحاديث أبو بكر الصديق في مسند الإمام أحمد اللي هو أوسع مسند الآن الآن في الإسلام واحد وثمانين حديثة طبعا أكبر مسند في الإسلام مسند بقيه بن مخلط لكن بكل أسف حتى هذه الساعة التي أتكلموا فيها المسند ده مفقود ما نعرفش عنه حاك لكن أكبر مسند الآن في الدنيا كلها اللي مطبوع بين أيدينا هو مسند الإمام أحمد ابن حمد رحمه الله عدة حديث أبو بكر واحد تمانين حديثا أبو بكر المروازي أحد علامي الحديث له كتاب اسمه مسند أبي بكر الصديق أظنه جايب مية تلاتة عشر حديثا بس يقول لك إزاي بقى أبو بكر الصديق أقصى حاجة إحنا وصلنا لهو مية تلاتة عشر حديثا ها وفيها مال أبين صحي كمان وأبو هريرة اللي أععد مع النبي أربع سنين فقط لا غير يروي خمس سلاح حديثا إزاي يعني أكيد كان بيكتب على النبي وكثير من الأحاديد بتاعته دي ضايع وبتاعه والكلام ده طب أنا هقول لك حاجة مجملة كده كان فيه واحد بيسجلي أول منزلت بلدي في كفر الشيخ سنة 87 وتركته القاهرة واحد كان معجب باء بالدروس والخطب والكلام فكان بيسجلي كل الإيه كل الشريط بالمحاضرات والدروس اللي بقوله ظل معي نحو سبع سنوات يسجل انت عارف الشريط اللي عنده هو قال لي أنا عندي كم شريط عنده خمس تلاف شريط لي خمس تلاف الشريط ما بين ساعة وساعتين وساعة ونص ده في خلال سبع سنين لو انت حبيت تفرغ الكلام بتاعي أنا في خمس تلاف شريط ممكن يطلع في حدود عشرين مجلد ودي محاضرة ساعتين فقط أبو هريرة رضي الله عنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطن بمعنى كان فقيرا كان من أهل الصفة وكان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فكل مجلس يجلس النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يتكلم فيه بكلمة يقضي فيه بقضاء يرى أبو هريرة فيه موقفا للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام واحد فعل فسكت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ببداية إقرار واحد وصف وصفا والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام سكت فهذا إقرار هو نفسه يصف النبي عليه الصلاة والسلام في الجلسة بتاعته فده برضو من أحاديث المرفوعة لما يكون واحد أربع سنين ليس له عمل إلا أن يلزم النبي كتير عليه خمس سلاف حديث يعني أنت لما تلزم واحد أربع سنوات إيه خمس سلاف حديث دي ده لو بيتكلم في اليوم بيأخذ في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها الدين ما كانش فيه عنده فراغ حيث ما فراغ في حياته النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يزور المرضى ويزور يصلح بين المتخاصمين ويصلي ويجلس ويعظ ويفتي كل حياته كلها كانت كلام أو كانت على الأقل سكوتا بس أبو هريرة كان بيصف كل حيات إذا تكلم يحفظ كلامه إذا سكت يتكلم كيف كان يسكت كيف كان يضحك كيف كان يبكي كيف كان حاله ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض واحد تكلم بكلام خشن هل تغير لونه أم لا طب هل ضحك أم لا كل ده اسم حديث يسمى حديثا إما قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا فيجي يقولك أنه كذا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعدة الحديث دي خمس سلام أنا سأفند لك هذا الكلام بمنتهى السهولة لكن هؤلاء كما قلت لكم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم وإلا من عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق التعظيم لا يطعن على أصحابه الذين أثنى عليهم يعني دي المشكلة هل يتصور يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يثني على إنسان يثني عليه وبعدين هذا الإنسان يبدل ويغير وينافق بل ويغفر أمني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب يعني ممكن يثني على إنسان بعينه يقول فلان الفلان في الجنة ويطلع البناء ده في النار أداء الله هذا لا يقوله أبدا رجل مس الإيمان قلبه أبدا فالنهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أبي هريرة ويقول كما في الحديث الصحيح اللهم حبب عبيدك هذا أبو هريرة وأمه إلى الناس الحديث صحيح مسلم قال أبو هريرة فلا يسمع بي أحد من الناس إلا أحبني ليه؟ ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن عارفين أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعاء فببركة دعواته جزم أبو هريرة بل عمم أبو هريرة فقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال يبقى لا يسمع به مؤمن بالله ورسوله إلا يحبه يبقى الجماعة العملين اجتموا في أبي هريرة ويقولون هو صفة كذا وكذا لا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام وإذا نص كلام مالك رحمه الله إمام ملك يقولون في الذين يسبون الصحابة ولا يعظمونهم يقول هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما جرؤوا لأنه يطعن في النبي كافر عذل ما فيش حد أحد أوقف في تكفير واحد بيشتم النبي أبدا وده إجماع عند أهل العلم كما نقله أربعة من كبار العلماء منه إسحاق بن راهوي قال من سب الله عز وجل فهو كافر مرتد ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد ما فيش فيها نقاش طب ييجي واحد عايز يسب النبي حيرتد يكفر على طول يوم يعملوا إيه بقى يوم يسبوا أصحابه ده كلام مالك مش كلامي أنا كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول أرادوا أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا فطعنوا على أصحابه فقالوا له أصحاب سوء يعني هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام في منظور هؤلاء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة ما كانش يختار السفل دول عشان يبقى أصحابه على قول هؤلاء لما يطلعوا الصحابة كدبين ويطلعهم مرتشين ومبدلين لأحكام الله ومغيرين لكلام الله وبيكتموا القرآن وبيحرفوا كلام الله حتى في القرآن نفسه وإذا واحد ادى لهم أكلة ولا ادى لهم بتاعه يبقى يكذبوا على الله ورسوله دول أصحاب إيه دول؟ دول من أسوأ ما يكون لو أن فيه ناس بيعملوا هذا الكلام من أسوأ ما يكون عايزين يعني يقولوا لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الشلة اللي حوالين للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجماعة كانوا أصحابه سوء؟ يبقى دو طعن في النبي ولا لا؟ نعم طعن في النبي أنه لم يحسن اختيار أصحابه هذه القصة اللي هم عايزين يوصلوا لها فالذي يسب أبا هريرة يسب خالد بن الوليد يسب معاوية يسب عمر بن عاص وكان معاوية كاذبا للوحي أراد أن يقول هذا لكن مش أهدر طبعا ينطأ ولا يقول النبي ولا يجب سبت النبي وإلا سيرجب بالحجار يبقى لا يحل لأحد قط أن يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تقول فيما شجر بين الصحابة خلافات اللي كانت بينهم قال تلك فتنة عصم الله يدي منها أو سيفي منها فلا أغمس لساني فيها أنا ما كنتش حاضر وكفاني الله عز وجل أن أنا أمسك سيف وأت الحد ولا الكلام ده فأنا أعصم لساني منها ثم تلقوا له تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هو ده الواجب على كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم أصحابه والكلام طبعا فيه متسع كبير سنبدأه إن شاء الله في المرة القادمة إن جمعا لله عز وجل بكم مرة أخرى فنتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نتكلم عن إسلامه وعن مناقبه وعن بعض الطعون التي وجهت إلى أبي هريرة رضي الله عنه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة